موسيقى 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 سيكون شباب المخبار عمين ايه نحن كان فيه التقنية مهينة كنا 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 فيها كذا مره بل كده لو عندك صورة روزوشة كمبيوتر هنا بيحاول يعمل حاجات صعب جدا على الانسان انه يعملها بسهولة او بسرعة. لكن النهاردة احكمك عن تقنية تانية خالص كلنا محتاجينها. انا جاي يكلمكم عن ازاي نحول الصور القديمة الابيض وسود للصور بالالوان. الانسان هو كود بلاجن يستطيع التحط في برامج مختلفة ممكن اي حد يأخذ الكود موجود على جيت هاب انا سأضع للك اللينك دلوقتي. وعندما انت في البرمجة ممكن ان تأخذ الكود ده وتضعه في اي برامج ان تريد ان تضعه. لكن هناك الناس قد تضع هذا في البرامج بتاعتها. انا سأضع لك لينكين لحاجات بكوالتي عالية جدا وبتولز كثير جدا بس الاسب فيها شوية بفلوس. او تاخد الحاجة اللي هي البرلمانري خلص البسيطة بس نتاجة معظم الوقت اللي بقسة بها دي بباليش. هنشوف اجزامبلس كتيرة جدا لكدرات من افلام قديمة صور مشاهير سياسيين صور حتى من مصر الزمان كان شكلها ايه في بداية القرن العشرين ونهاية القرن التساعتاشر من اول مبتدوا ان هم يصوروا صور فاتوغرافية ايد واسود موجود هنا في مصر. وبوريك المثيل بتاعها لو كانت اتحويت لألوامي بقى شكلها ايه باستغنام التقنية اللي بقولك عليها. قبلنا نمتدي الرحلة بفاكرة تلقص على الزهر سبسكرايب اللي تحت وجنبي زور لايك. ويلا نمتدي الرحلة سواء. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة